بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وماليكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا. صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم قصرة الغالية. معكم ابنكم او اخوكم محمد علي. معانا اية بسيطة. واية جميلة جدا. مجرد ترددها على لسانك للذكر. بتسأل في الموضوع ده كتير. عايزين شيء للتحصين. عايزين حاجة للتحصين. بنعمل العلاج وبنتحسن وبترجع الاصابة تاني او عملنا علاج الحسد او عملنا علاج العين. وبترجع الاصابة تيجي تاني. اعداءنا مترصدين لينا. مش عارفين ان احنا نتخلص من ازاهم. عايزين شيء للتحصين قوي. صعب علينا ان احنا نكتب تحصين او نعمل تحصين او نعمل علاجات التحصين او غلق الجسد ما عندناش الوقت. معانا النهاردة. اية بسيطة وعظيمة القدر من القرآن الكريم. مجرد القراءة ليها اي عدد وطر او مجرد ان انت داخل على اي شخص. مؤذي. شخص من اصحاب العين والحسد. شخص ساحر. شخص من الناس اللي بتوع بقى توقع وتعمل كلام وتنقل الكلام والكلام ده كله. بتعمل عنده غلق. وقطع للسانه. عن هذه المكائد. اخوان الكرام. اللي يواظب على ذكرى هذه الاية العظيمة. آآ لما يدخل على اي ساحر او يدخل على اي شخص من الناس اللي بتستعين بالجن والشياطين. بيحصل عنده وقف وتقييد. و واذا قرأت بطريقة معينة تقدر ان انت تحرق او تقتل خدام الساحر. او تحرق الشياطين اللي بستعين بهم الساحر. مش بس كده اخوان الكرام. هذه الاية لها قدر عظيم وقوي جدا جدا. في رد مكائد الاعداء او توقيف السحرة وقلب اعمالهم عليهم. اخوان الكرام هذه الاية لها فضل كبير جدا جدا كمان لخروج الشخص المسجون ظلم. للشخص المقروب او اللي عنده ديون. للشخص اللي بيعاني من ضيق الرزق وقلة الدخل وقلة الحيلة. الناس اللي عندهم حواي او شيء مستعصي عايزين يقضو او نفسهم في ذكر او شيء يقربهم من الله عز وجل. وبطريقة سهلة وبسيطة مش محتاجة ان انت تعود مسلا تسكرها باعداد كثيرة او ان انت اه تعمل مسلا العلاج الفناني. احنا نتكلم عنها النهاردة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. فسيكفيقهم الله وهو السميع العليم. الاية دي اخوان الكرام انت ممكن تذكرها وانت ماشي. بيجيني استفسارات كتيرة. ازاي حصن اطفالي? اول فائدة لهذه الاية طفلك الصبح هو خارج رايح المدرسة او اه خارج معاك او انت خايف على الطفل من الحسد او خايف عليه من الاصابات او خايف عليه من مسلا من زملائه من اصدقاء السوق. حتى ولو كان شخص كبير يعني لو كان شاب كبير تقرأ عن يعني على كفيني اليد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيكفيقهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيقهم الله وهو السميع العليم. فسكفيقهم الله وهو السميع العليم. اقرأها سبع مرات. وبعدين انفس على اليد. وامسح على جسد الطفل او الشاب او ابني او بنتي من التحصينات القواطع. القواطع انت سلمت ابنك او طفلك او او بنتك. في كفاية الله عز وجل. في معية الله عز وجل. اي شخص بيرصد هذا الانسان بعين او حسد او ازى او يحاول ان هو يقترب منه يرتد عليه عمله بطاقات مضاعفة. ويفسد عمله من المجربات من الحاجات الجميلة جدا جربوها. جربوها وشوفوا مفعولها واثارها. مش بس كده كمان. الطفل العنيد. او الطفل اللي دايما بيصنع مشاكل. او عندك ابنك دايما عنده مشاكل. او دايما بيوقع في معاصي. عايزة حاجة سريعة تخلصهم يعني يعني تنجدين من هذا البلاء اللي هو فيه. تقرأ الاية فقط سبع مرات او واحد وعشرين مرة او تلاتة وتلاتين مرة او سبعين مرة اي عدد وات مجرد قرأتها على المياه ومننساش مفتاح نجاح الاعمال اللي احنا كلنا نتعلمناه في السرية اللي عارفين وهو قبل اي شيء نقرأ البسملة تسعتاشر مرة والصلاة على سيد النبي تسعتاشر مرة وبعدين اقرأ الاية اقرأها تلات مرات سبع مرات واحد وعشرين مرة تلاتة وتلاتين مرة سبعين مرة اي عدد وات رؤوا افضل العدد سبعين على المياه. واخلي الطفل يشرب منه. اخلي بنتي تشرب منه. عشان تبعد عن اصدقاء السوق. عشان تبعد مسلا عن ناس بيزوها. علشان ربنا سبحانه وتعالى يطهر الجسد من الامراض. القرآن كله شفاء. القرآن كله شفاء. فاقرأ على المياه وخليه يشرب منها. او امسح له جسده منها صباحا. وخليه يشرب منها مساء من الحاجات العجيبة والجميلة جدا. اللي تمنع الاطفال او تمنع الكبار عن المعاصي. حتى ولو كان زوج حتى لو كان على نفسي انا. لو انا عندي مشكلة او عندي معصية او عندي اصدقاء او عندي ناس مش قادر ابعد عنهم. او عندي عادة سيئة مش قادر ابعد عنها تدخين او مخدرات او 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 الى اخره. اعمل من هذه المياه واشرب منها جميلة وقاطعة من المجربات القاطعة. الفائدة التانية لهذه الاية الناس اللي بتشتكي من الكوابيس والجسوم. موضوع ده احنا عملنا عنه حلقة قبل كده. ولكن نقدر ان احنا نعمل منع لهذا الجسوم. انا قلت قبل كده ان الجسوم بيجي نتيجة الاصابة بشيطان العين او الحسد. او مقدمة لبداية اصابة الانسان بالمس العاشق. ولا عزو بالله. فلما يحصل معي موضوع الجسوم طبعا كلنا نعرف القصط الهندي. موجود عند محلات العطار ومنتشر في كل العالم. ما فيش موجود القصط الهندي. اه اه نقدر نجيب ورق الغار او ورق موسى او ورق اللوري. بنقول لها عندي ده انا في مصر عليه ورق اللوري. اللي بنحن نستخدمه في الشربة وفي الطبخ والكلام ده. بنجيب سبع ورقات. بنكتب على كل ورقة منهم هذه الاية مرة واحدة فقط. او لو على القصط الهندي قطعة كده نجيبها. يكتب عليها بالم احمر او الم حبر الزعفران. هذه الاية نكتبها سبع مرات. مش لازم يكون الخط واضح. مجرد الكتابة او النقش على قطعة القصط الهندي او سبع ورقات. من ورق الغار او ورق موسى او ورق اللوري. كل ورقة منهم نكتب الاية مرة واحدة فقط. عدد سبع ورقات. ونضعهم بجانب الرأس اسق. يعني وقت النوم. من القواطع اللي بتمنع اقتراب الجن والشياطين للشخص المصاب مدى الحياة. لو في مرأة عندها سحر تعطيل او تفريق ما بينها وما بين زوجها. اه وفي سحر مرشوش في المنزل او ايا يكن طبيعيا فيز هزي الطريقة بكتابتها على ورق اللوري او على القصط الهندي من القواطع القوية جدا جدا في حل هزيلا. طبعا بعد ما انا بكتبهم على القصط الهندي او على ورق اللوري اقرأ الاية تلتمية وتلاتاشر مرة. يعني اقرب الورق او القصط الهندي من الفم واقرأ عليه تلتمية تلاتاشر مرة واقعها جوه اي كيس قماش او اي كيس بلا ستيكي او اي غلاف واحطها جنب الراسي اسناء النوم من القواطع الجميلة جدا. لعلاج المس لعاشق المستعصي. بقى له تلاتين سنة. بقى له مية وخمسين مليون الف مليار سنة. وانا قلت ان في علاجات كسيرة جدا موجودة في اثاري العارفين. بتخلص موضوع المس العاشق. انت مطلوب منك فقط فقط. تبطل لف على دا وعلى دا وعلى دا وضيع وقتك ارجع لكتاب الله. تمسك بالذكر انتهى الموضوع وخلص. من ابسط العلاجات للمس العاشق. فسيكفي قهم الله وهو السميع والعليم. زيت الحب السوداء. او مسك الغزال الاسود. انا بفضل مسك الغزال الاسود. لانه كان عطر النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما هو كان مفضل عند النبي. اكيد له قدر عظيم. ومما يجرب فيه انه هو قاتل ومنفر وطارد للجن والشياطين. لا يستحمله شيطان ولا يستحمله اي انسان اه مصاب بمسة او يسكن اه داخل الجسد عنده اي شيطان. او زيت الحب السوداء. لو سعره مرتفع عليك بتقدر تجيب زيت الحب السوداء. بعض الناس يعني بيكون صعب على ريحة الزيت من الديهان. بحضر ايا يكون اللي انا قدرت اوفرها وحسب مقدرتي. وبقرأ عليه مفتاح نجاح الاعمال. البسملة تسعتاشر مرة الصلاة على سيدنا النبي باي صيغة انت تتفضل تسعتاشر مرة. واقرأ الاية فسيكفيكهم الله وهو السامي والعليم. تلتمية وطلات اشر مرة واختم بالصلاة على سيدنا النبي تسعتاشر مرة او مائة مرة. ادهن من هذا الزيت ان كان المسك الغزال او ان كان زيت الحب السوداء. ادهم منه مساء قبل النوم وبالاخص مناطق العوارات او حول مناطق العوارات. القراءة على على الشيء او القراءة على المياه. يعني هي بتكسبه طاقة ولكن لا يأخذ حكم القرآن الكريم. في نظر نستخدمه على مناطق العوارات. وعطر منه الجسد ان كان مسك او ادهم منه الجسد. قبل النوم واستمر على الديهان وواحد وعشرين يوم. تالت يوم بطرى في منامك رؤية واضحة وقطعة على قتل العارض الشيطاني ان كان متلبس في الجسد او ممكن انتم مصاب بسحر. طب عايز ارفع طاقة العلاج اقدر اعملها ورد سابت ليا بعد كل صلاة اقرأها سبعين مرة. وبعد صلاة الفجر اقولها تلتمية وتلاتاشر مرة او اقولها الف مرة. افتح وشوف عجيبها. مش بس كده. اصارها بينتقل معاك في معاملاتك مع الناس. محدش يقدر ازلمك. محدش يقدر ياكل حقك. محدش يقدر يوقعك في مكيدة. الحسد ده بينتهي تماما من الحاجات الجميلة جدا. طبعا لازم نواظب على اذكار الصباح والمساء ونواظب على قراءة المعاوزات. دي وسيط سيدنا رسول الله صلى الله عليه وقالى وسلم. كمان هذه الاية العظيمة لها سر جميل جدا 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 في شفاء الامراض. وبالخص الامراض المستعصية اللي ملهاش علاج في الطب. زي امراض الاورام امراض التوحد. الامراض العقلية او الامراض الزهانية. آآ الامراض اللي هي مفيش منها شفاء. او اي مرض انت حاسس ان هو صعب بشفاءه. الطريقة ما اسهلها. وبيكون غرضك فيها وانت بتنفزها او ادمارك او نيتك. هو آآ التسليم الكامل الى الله عز وجل وتطلب من الله عز وجل الكفاية والشفاء. الطريقة انت بتحضر آآ مية طاهرة. اي نوع ما يمتوفر عندك. لو كما يتزمزم ما اجملها. بتقرأ عليها مفتاح نجاح الاعمال. البسملة تسعتاشر مرة. ويا سلام لو قرأت عليها البسملة سبعمية ستة وتمانين مرة. بس انا بقول نقول تسعتاشر مرة عشان الناس اللي تزهق بسرعة. آآ نقرأ عليها البسملة تسعتاشر مرة او سبعمية ستة وتمانين مرة. الصلاة على سيدنا النبي تسعتاشر مرة. بقرأ عليها يا شافي انت الشافي يا الله. الناس اللي عارفها ده حلقة دايلة الشفاء والمعجزات اللي عملتها. يا شافي انت الشافي يا الله تلتمية وحد وتسعين مرة. وبعدين نقرأ الاية فسيكفيكهم الله وهو السمية والعليم. عندك عددين تختار منهم. تلتمية وتلات عشر او تمنمية مرة انا افضل تمنمية مرة لان من القواطع اللي من اول يوم. عندك اي مرض يسكن الالم بتاعه لو كان الالم مش هديد. من تالت يوم يبدأ يختفي. الناس اللي بتشتكي من اسمرار البشرة والحبوب والبقع. وعلامات اللي نتجت من الاصابة بالسحر او العين او الحسد او الاصابات المستعصية او الحوادث او العمليات. بتبدأ من تالت يوم تشوف العجاب منها. ما تستغربوش. اسرة اسراء اللي عارفين عملت معجزات فقط باسم الله الشافي من سنتين ومن سنة ونصف. وما زالت المعجزات لسه بتحصل معهم في بعض اللي بيكتب التجارب بتاعته وفي الناس اللي بترسل على تكتب التجارب بتاعتها على الخاص. فآآ القرآن الكريم كله معجزات. احنا بسه عايزين نحطك على اول طريق وانت الواحدك هتبدع وتشوف القرم الالهي والاصرار القرآنية. نتمنى ان شاء الله ان احنا نكون في دناكم ان اواصق ان هذه الاية لها مفعول عجيب على كل من هنفذها. واكتبوا متجارب الشفاء بتاعتكم شجعوا غيركم. آآ ما تنسوش اشترك في القناة وفي الجرس اعمل شير وبقوة اتدل على الخير كفاعله. ما نسوش تتابعوني على الفيسبوك اسراء العارفين محمد علي. ما نسوش تتابعوني على محمد عليش ان تشوفوا متجارب الشفاء ومنتجاتنا في الاحجار الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله.